اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتحاليل المختصين في هذا المجال داخل إدارة التحكيم تم إقحامهم هذه السنة المعطيات جيدة مع إمكانيات كثيرة للتطوير لتطوير هؤلاء الحكام هناك مجالات للتطوير نعمل داخل المديرية على تطويرها وإدخال جميع الأشياء الإيجابية التي يمكن أن تساعد هؤلاء الحكام على التطور وعلى تقديم عطاء أفضل اليوم يساعدني في هذه الحلقة ويكون معي في هذه الحلقة الأستاذ الحرش والأستاذ الحضري دور الثالثة تماني مباريات لدينا حالة من ركلة جزاء حالتين متعلقتين بالأهداف وحالة من بطاقة الحمراء نبدأ على بركة الله في تحليل حالة لدينا الحالة الأولى وهي ركلة جزاء من مباريات الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية إذن في هذه الحالة الكرة ملعوبة من طرف الفريق الأحمر كان هناك ارتحام الحكام لم يعلن عن أي شيء بالنسبة إليه لا وجود للخطأ تطورت إلى هجماء داخل مساحة الجزاء وتم ارتكاب مخالفة أعلن الحكم على إثرها على ركلة جزاء بمراجعة هذه الحالة تبين أن قرار الحكم بالإعلان عن ركلة جزاء كان صحيحا وكما نعرف أن الغرفة ديال الظار تتأكد أولا من صحة ركلة الجزاء وبعد ذلك تقوم بمراجعة الهجماء منذ بدايتها إذن هنا عندما سوف تتم المنادات على الحكم لأن غرفة الظار تبين لها أن الالتحام الذي سبق ركلة الجزاء كان الالتحاما غير قانوني وأن اللاعب الأحمر ارتكب مخالفة في حق منافسه من الفريق الأبيض وفعلا سوف نلاحظ على أن اللاعب الأحمر سوف يقوم بعرقلة منافسه الذي أراد أن يلعب الكرة إذن الحالة التي يعينها الحكم هي هذه إذن هذه بداية الحالة هنا نلاحظ على أن اللاعب رقم عشر من الفريق الأحمر قام بعرقلة المنافس الذي أراد لعب الكرة أيضا وبالتالي فركلة الجزاء هنا ركلة الجزاء قلنا على أنها ركلة صحيحة ولكنها كانت مسبوقة بخطأ ارتكبه الفريق المستفيد من ركلة الجزاء إذن هنا غرفة الفاربين الحكم على أن القرار دياله بالإعلان على ذلك الجزاء هو قرار سليم ولكن يعودون إلى الحالة منذ بدايتها هذا الالتحام هنا اللاعب رقم عشر هنا سوف يقوم بعرقلة اللاعب الأبيض الذي أراد منافسته على الكرة وسوف يسقطه وبعد ذلك يستحوذ على الكرة لطبيعة الحال فركلة الجزاء هنا كانت مسبوقة بخطأ وبالتالي يتعين على الحكام إلغاء القرار المتخذ بالإعلان على ركلة الجزاء والرجوع إلى الخطأ لفائدة الفريق الأبيض لذلك لم يتم احتساب ركلة الجزاء في هذه الحالة وكانت تدخل الفار سليما هذه الحالة نمر الحالة الموالية لدينا حالتين من إشهار البطاقة الحمراء ولكن هناك حالة متعلقة فقط بالإنظار الثاني سنعرض فقط الحالة التي كان فيها إشهار البطاقة الحمراء مباشرة لأن الفار لا يتدخل حينما يكون هناك إنظار ثاني إذن هنا الحكم المساعد أعلن عن تسلل وهنا سوف يقوم أحد اللاعبين بالبسق وهنا أشهر له الحكام البطاقة الحمراء قام بالبسق على منافسه بطبيعة الحال هذا هذا الفعل أو هذه الحركة تندرج ضمن السلوك المشين لللاعب لأنه من غير المقبول اللاعب رقم خمسة قام بالبسق على منافسه وقد رصده حكام غرفة الفار لذلك أخبر الحكم بأن هناك عملية بسق واضحة وقام بإشهار البطاقة الحمراء التي كانت مستحقة لأنه من غير المقبول أن نشاهد مثل هذه الحركات في مباريات البطولة الاحترافية الوطنية سمحتي أبو شعيب في هذه الحالة وكنا دعوز مررنا منهم حالات السنة الماضية وهذه الحالة هذه أنواع هذه الطرد المجاني كما كان نسميهم وبالنسبة لها بالنسبة لقوانين المسابقة الجامعة ولا مدونة النضيبات تحدد عقوبات مشددة لهذه الحالة قد تصل لستشهر وفقها التقدير اللجنة التأديبية أيضا بالنسبة للاعبين من الأفضل المواجب أن يسفادوا مثل هذه البطاقات التي هي مجانية والعقوبة مشددة اللاعب الأخداص تشهر للإيقاف رأكيد أن الموسم سوف ينتهي لما ستبقى فيه مباريات وبالتالي فمن هذا المنبر نعتبر أن هذه اللقطات التي كان مروا هي لقطات تحسيسية بالدرجة الأولى بالنسبة للاعبين لأن هذه الحركات هي حركة ذائدة لا تدخل لا في نطاق اللاعب ولا في نطاق المنافسة الشريفة وبالتالي يتعين محاربتها وأيضا نطلب من الحكام للتصدين مثل هذه الحركات بصرامة وبحزن بالرغم أن اللاعب أصر واحتج أمام الحكام على أنه ليس هناك بسخ أنا ما بسختش عليه ولكن في غرفة الغار بالإمكانيات المتوفرة توضح لنشاهد الآن حالة اللاعب الأصفر هذه يعني البسخ هذه من غرفة الغار تمت معاينة الحالة وتم إختار الحكم مباشرة أو إخبار الحكم مباشرة لماذا؟ لأنه يعلم اللاعبون على أنه مثل هذه الأشياء تسيء إلى كرة الخدم ككل لأن العقوبة في البسخ لذلك المشرع في العقوبة أعطاها درجة أعلى في العقاب الحالة الموالية حالتين من الأهداف مبارتين مبارة الرجاء الرياضي والمغرب التطواني هذه الحالة إذن هنا التحام بين مهاجم فريق الرجاء وحارس المرمى خرجت الكرة على إتريها أو تجاوزت خط التماس لعبت مباشرتان وسوف يطور فريق الرجاء هجما داخل مساحة الجزاء وقد أعطى إصابة وقع احتجاج من فريق المغرب التطواني على اعتبار أن الالتحام الذي وقع مع حارس المرمى لم يكن التحاما مشروعا وأن مهاجم فريق الرجاء ارتكب خطأا ضد الحارس غير أنه بالرجوع إلى الحالة سوف يتبين لنا على أن لاعب فريق الرجاء لم يرتكب أن يتم خالفة وسوف ينافس حارس المرمى على الكرة بشكل طبيعي رجله في الأرض قام بلعب الكرة ربما هناك احتكاك مع حارس المرمى وهذا الاحتكاك يدخل في مجال التنافس لأن كرة القدم بالأساس تعتمد على الالتحامات البدنية نلاحظ أن المهاجم الأخضر لاعب الكرة مد رجله باتجاه الكرة وفي الأرض لا وجود لأي مخالفة هنا وبالتالي فالحكم أمر باستمرار اللعب هذه الكرة تجاوزت خط التماس ولعبات بعد ذلك تطورت إلى هجم أعطت هدفا فالهدف هنا كان سليما وقرار الحكم باحتساب الهدف أيضا كان سليما وللإشارة هنا أن حكم الفار لا يمكنه التدخل في هذه الحالة لأن التحام حارس المرمى مع المهاجم لم يعطي لا ركلة جزاء ولم يأتي بهدف ولا بطاقة حمراء وبالتالي فهذه الحالة تدخل حصريا في الاختصاص ديال الحكم هو من يقدرها وعندما اعتبر أن الالتحام طبيعيا وعاديا واحتسب الهدف فقراره كان مشروعا فقط كإضافة سيبو شعيب بالنسبة ل هذه الحالة وهذه هو أنه التي تكلمت عليه بالنسبة ل التدخل الفار هل لو افترضنا أنه كان هناك خطأ على الحارس هل كان سيتدخل الفار لأن هنا بالنسبة ل التدخل الفار كان عارفون أنه يتعلق بعض المواضيع عركة الجزاء من عدمية هدف من عدمية طرد المباشر والخطأ في تحديد الهوية هنا بالنسبة لنا كين هدف كين هدف إنما من اللي كان نشوف الهدف كان حاول نشوف الهدف وشو صحيح وثانيا وشو مسبقوش الخطأ إذن هذلك الخطأ كنت تتكلمه اللي بي 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 بل نعطيك الهجومية الحاملة للحركة اللاعب المعنية التي يتم فحصها هذه الحركة تبدأ بأحد أمرين يأما بتحول الكورة من فارق إلى فارق الذي يبني الهجمة هنا تبدأ الحملة الوحيزة هنا يبدأ الفحص الفحص الحكم وكيبدأ من هذه النقطة حتى نقطة القرار الأصلي الذي اتخذه الحكم في الساحة أو كتبدأ باستئناف من استئنافات اللاعب بالتالي حتى لا يمكن أن يتدخل لأن الاستئناف تم عن طريق رمية التماس وبالتالي الفار لا يتدخل هذا هنا الفار يبغينا نقوله أن المراجعة للفار هنا كتبدأ من وقت لعب رمية التماس لا يوجد من الوقت الذي يوقع الالتحام بين حارس المرمى والمهاجم لا يوجد الحق لأن الكرة غادرت للملعب ورجعت إذن الفحص من بداية الهجمة التي كانت هي رمية التماس بطبيعة الحال من رمية التماس إلى غاية تسجيل الهدف لا وجود لأي خطأ قبل تسجيله وبالتالي فالهدف كان سليما ومشروعا الحالة الثانية أو الهدف الثاني كان يصالح المغرب التطواني إذن القراط تأتي عند المهاجم واللي يقضفها في هذه الحالة دائما لا نتكلم عن الـ الهجمة الحاملة لحركة اللاعب تبدأ من منذ السئناف هنا السئناف برقلة الحرة إذن في هذه السئناف نحاول نشوف الحال كان مش يشوف لأن نشجل الهدف هل هناك خطأ ما تدافع أو دفع وهل هناك وضعية تسلل يجب معاقبتها إذن سنشوف هنا كين وضعية تسلل سنشوف الحركة ويمكن نقفها ويمكن مع الضربة إذن كين وضعية تسلل كين كين مر الحكام مساعد فيديو إلى معالج هذه الوضعية هل هي معاقبة أم لا لأن لأن العقاب للتسلل يتم عن طريق أمرين إما التسلل المباشر هو تدخل في اللاعب يعني لعب الكرة لمس الكرة أو تدخل مع المنافس وبطريقة غير مباشرة هي كسم ميزة بلعب الكرة أو التدخل مع المنافس هنا لا يوجد تدخل في اللاعب يعني اللاعب الذي هو فضعية تسلل لم يلمس الكرة وبالتالي كان مر المحور الثاني هل تدخل مع المنافس تدخل مع المنافس وفق المشرع كين فيه ربعادي لمدخلات إما يمنع اللاعب هو تسلل يمنع المنافس من لعب الكرة أو القدرة على اللاعب بالتواجد على خط الرؤية هذه الحالة هذه ما تطبق على هنا النقطة الثانية التي تتكلم عن التدخل مع المنافس هي أن يكون اللاعب ينافس اللاعب الآخر على الكرة هنا اللاعب المغرب الطواني يبين بوضوح أنه لا ينافس لأنه رجع للحركة لن يرجع للحركة تتاهية أن يقوم بحركة واضحة للعب كرة قريبة منه بحيث تؤثر على المنافس هنا كذلك لم يقوم بأي حركة للعب كرة بقنا المحور الرابع وهل يقوم بحركة تؤثر بوضوح حركة واضحة تؤثر بوضوح على قدرة المنافس على لعب الكرة هنا المنافس نعني به الحارس إذن هنا الحركة الحارس التي نرى سقط وراء اللاعب له فضع التسلل وبالتالي هنا كيمكن نقول أنه هذا اللاعب الذي هو فضع التسلل أصبح يؤثر على حارس المرمى وبالتالي في هذا المحور بحركته وتواجده في المصر أو في الارتماع هذه الحارس الحارس نوع ما يكون عنده إشكال في اكتمال أو إكمال حركته بأريحية وبالتالي يقول هنا تدخل مع المنافس الذي يجب في هذه الحالة معاقبته بالتسلل وكان على غرفة الفارد أن تنادي على الحكام لأن كان قوله بالنسبة التسلل إذا كان تسلل تدخل في اللاعب لا يمكن إشكال قرار يقيني وغرفة الفارد تحسن فيه وتقول أنه كان تسلل وبالتالي الحكم لا يضطر يمشي لمنطقة تبحث الفيديو ولكن تدخل مع المنافس يكون فيه نوع ما قرار تفسيري أو تأويري لأنه كل واحد يمكن يأوله كان يمكن تنادي على الحكام الساحة لكي يمكن ينقش الأمر وكيف هو تدخل مع المنافس أم لا وبالتالي كان على غرفة الفارد تنادي عليه لكي يمكن هو يحسن في الأخير إلغاء الهديف من هدمه غير هنا أستيل حضريك إضافة هو أنه بعد الاستماع الحوار الذي كان ما بالحكام أن الحكام في الغرفة الغار لم يتواصلوا بشكل جيد مع الحكام أنهم طرحوا سؤال للحكام قالوا لي وش بالك بأن ذاك اللاعب يؤثر على حارس المرمى أو لا يؤثر والإجابة للحكام قال لهم أنا والدرا ما بنش لي ربما من الزاوية التي كان يتواجد بها الحكام لا يظهر له أي تأثير وبالتالي فالحالة هذه فكان على غرفة الفار يقولون لي بأن رأى الحركة التي قام بها اللاعب الأبيض رأىها حدت من التقدم ومن مسك حارس الكورة أو التعرض لها وبالتالي نطلب منك المجيء إلى منطقة الفحص ومعاينة هذه الحالة ويجعله الحكام هو الذي يأخذ القرار لأن هذه الحالة تدخل أيضا الحكام ويجب عليه معاينتها وغرفة الفار هنا عندما لم تنادي على الحكام واتخذت القرار بنفسها أصبحت وكأنها تتدخل في المباراة وهذا يخالف البروتوكول ديال الفار لذلك نطلب أيضا من الحكام ديال غرفة الفار أن الاختصاصات الموكولة الحكام بمقتدل البروتوكول خصم يعيط عليه ويجي شوفها ويأخذ فيها القرار حكمين في غرفة الفار نعم حكم ساحة وحكم مساعد مساعد والحكام المساعدين تواجد ديال في غرفة الفار ليس فقط لتتبع الحالات حينما يكون الحكم في تواصل مع أو في حالات من حالات قييم الأخطاء كان على الحكم المساعد والحكم الموجود في الفار اختصاص ديال تسل الاختصاص كامل وأنه يعطى أمر وليس اختيار نعطيه أمر قل الله يخلك أجينا أجي تشوف لأن هذا من عناصر التداخل وهذا من اختصاص ك أجي نتقسم هذه مسؤولية بجوج ونتحور فيها بجوج ونجج في الفار ما دا قيل لأنه الحوار لم يوضح بالشكل الكافي للحكم ضرورة مراجعته للعملية خارج الملعب وأكثر من ذلك السيحية أن الحكم يستعن بالمساعد ديالو لا تبيني أن الحالة صعبة بشي قرر فيها وهكذا هكذا يقول لدينا ربعا ديال الحكام اللي سيحسم في الحالة هذي يأخذ لنا القرار الصحيح وللأسف أن هنا تواصل ما بين الحكام لم يكن تواصلا جيدا وبالتالي فالقرار الحكام حكام المتابع الغرف الغرف المتابع 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 المراقبة والتحليل هنا سيكون نقاش فقط حول المعطيات تنشكركم على أنه على هذه الحالة نقاش كبير على الحالات كلها نتمنى على أنه بمرور الدورات على أنه الحالات مثل هذه أنه لا تغيبش علينا ومن تبقوش البروتوكول بتعالي الحكم دائما هو الذي يتأخذ القرار في الملعب سواء جاءت معلومات من غرفة الفار سواء ذهب لملاحظة أو لمشاهدة أو لتقييم الحالة فهو دائما الذي يتخذ القرار حتى في بعض الأحيان حينما يقول إلعب ليس هناك خطأ ففي حدثته اتخذ قرارا باستمرار اللعب ولكن حينما يتخذ قرارا باستيناف اللعب ونحن في غرفة الفار لاحظنا على أي شيء أعطانا إنطلاقا لبداية الحالات نشوف الحالة نحسم فيها كينة ما كينة هناك خطأ أو ليس هناك خطأ ومن بعد كأنه بحركة الجزاء دفاع الحسن الجديد ومن بعد ترجعوا للبداية لا نشوفوا واش لبيبي كان فيه شيء يخلينا نراجع الحالة بشكل تاني شكرا نتمنى أن نكون قد وضحنا ولو بقليل هذه الحالات نلتقي بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة